عرف باسمه التنظيمي مقبل وعرفه النضال والمناضلون منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الهزيع الأخير من الصبر إنه علي صالح عباد الرجل الذي حظي بتقدير محبيه وخصومه وسجل في قائمة الكفاح الوطني لكنه غيب كغيره من الوطنيين في هذه المرحلة القاسية من عمر البلاد انتم الرجل في مطلع حياته إلى حركة القوميين العرب وخاض معركة النضال المسلح ضد الاحتلال البريطاني وكان أحد أبرز رجال السلطة بعد الاستقلال اصطدم مقبل مع الرفاق أنذاك عقب انتفاضة الفلاحين الشهيرة التي نظمها مع رفيقه سالم ربيع علي المعروف بسالمين فتعرض للسجن لخمس سنوات عقب استشهاد سالمين ووصف اعتقاله بأنه كان اعتقالاً أقسى بكثير من الإعدام خرج من السجن وغادر إلى صنعا مع الرئيس السابق علي ناصر محمد عقب أحداث الثالث عشر من نناير لعام 1986 يقول عنه أحد أصدقائه كان مقبل عنواناً ثورياً نقياً ضمير صادق المواقف دفع ثمن إخلاصه للتجربة الثورية في الجنوب كان مقبل شهداً على الطرابات السياسية والصراع المر لذي شهدته البلاد جنوبها وشمالها بعد حرب العام 94 أصبح عباد أميناً عاماً للحزب الاشتراكي اليمني وعضو هيئة رئاسة مجلس النواب السابق لكنه وجد نفسه أمام مرحلة شقة وعسيرة وهي مهمة لملمة الحزب الاشتراكي عقب التجريف الحاد الذي أصابه بعد خسارته الحرب كان الحزب يشهد أقسى الحملات ضراوة وأشدها بطشاً من قبل الأجهزة الأمنية لنظام صالح وأدواته السياسية فقد واجه الحزب حملة تكفير وحملات سطو على مقاره ومحاولات لحل الحزب ومحاكمة قياداته أعتبر مقبل المؤسس الحقيقي للحزب الاشتراكي في المرحلة الجديدة خصوصاً بعد التصفيات والشتات الذي تعرضت له قيادات الحزب تعرض لأكثر من محاولة اغتيال لكنه نجال يكون شهداً على أهم التحولات التي عصفت بالبلاد مقبل كما يراهم وحبوه أيقونة اليسار اليمني الرجل الذي وقف شامخاً أمام كل المتغيرات السياسية في اليمن ينزل اليوم في غرفة العناية المركزة بمستشفى الثورة بصنعاء بعد رفض ميليشيا الحوثي السماحة بمغادرة للعلاج في الخارج ورغم أن الحزب الاشتراكي قد توجه بطلب خاص للأمم المتحدة بنقله إلى الخارج لغرض العلاج لكنهم فشلوا في إخراج رجل الصبر ليصدق قول أحدهم سلام مني للرؤوس المقنفة ذي ما ينكسها سوى رب العباد الحزب علمنا أصول المعرفة والصبر علمنا علي صالح عباد